مرحبا أهلا وسهلا فيكم نحابة المتابعين بهذه الحلقة الجديدة أنا محمد وهذه حلقتنا الأسبوعية من كل تنين أكثر من خبرين أبل أن أبدأ هذه الحلقة أريد أن تشاهدني لأول مرة أو كنت مشترك بالقناة ضروري تفعل خيار الجرس لحتى يوصلك كل شيء جديد وأيضا ما تنسى تدعمني بلايك دعونا نبدأ أول خبر معنا اليوم من شركة هواوي وتحديدا إلو خاصة بالسوق اللبنانية فأعلنت هواوي عن توفير ساعة الواتش جي تي 2 يلي بتكون بمقاسين بمقاس الـ 42 ومقاس الـ 46 مليمتر وبتشتغل الساعة بوسط المعالج الكيرن A1 وبتتميز باستهلاك منخفض للطاقة بجانب تصميم مميز هذه أول ساعة من هواوي زكية مزودة بشاشة عرض زجاجية متكاملة وسلسية الأبعاد بتوفر أيضا الساعة الزكية الجديدة المزيد من الأوضاع الرياضية المدعومة بباقة غنية من البرامج بالإضافة لقدرتها على التاتصال عبر بلوتوث وتشغيل المسيئة مما يعزز أيضا إمكانية مرأبة الصحة واللياقة البدنية أيضا عندها قدرات عالية بالنسبة للعناية أو لحتى تقدر ترقب أكتر أوضاعك الصحية بشكل عام وخصوصا هيدا بتفيد كتير كتير الأشخاص العشاق للرياضة والمهتمين بجودة أنماط الحياة تفاصيل أكتر برابط موجود بوصف الفيديو الخبر الثاني معنا هو من معهد الألماني AV Test يلي أعلن أنه رغم أنه مايكروسوفت وقفت الدعم عن نسخات الويندوز سبعة إلا أنه بعض البرامج حماية الكمبيوتر أو حماية الملفات أو حماية الأجهزة من الفيروسات والهجمات ما زالت عم تقدم الدعم لهيدا النظام كل حيث البرامج عم تقدم بعدها حماية أو برامج مكافحة الفيروسات بس إسناء شركة Avira يلي أعلنت أنه عن نيتها توقيف الدعم على أنظمة الويندوز سبعة بشهر تشرين الثاني من هيدا العام بهيدا الدعم رح يبقى فيك لحد ما تقدر تحمي جهازك يلي بعده شغال عن نسخة السبعة لكن للأسف ما رح تتلقى تحديثات الأمنية من مايكروسوفت أو تحديثات لإضافة ميزات إضافية على جهازك الجدير بذكر أن المعهد أوضح أنه من الأفضل الانتقال من نسخة سبعة إلى نسخة عشرة خصوصا هذا الشيء متوفر لأصحاب النسخة السبعة بشكل مجاني تغريد وخاصية جديدة من تويتر من وحي فيروس كورونا وسط تفشي كورونا أطلق موقع تويتر خاصية بالتيح للمغردين حتى يعملوا بحث على مباق القاتل تحت هاشتاغ فيروس كورونا وهذا الشيء رح يمكنهم بالوصول فورا إلى المعلومات الحكومية الرسمية وأيضا هيدا الخطوة عم تجي ضمن تعزيز المعلومات الصحيحة للمستخدمين عن هيدا الوباء وهيدا التحديثات عم تستمر على مدار الأربع وعشرين ساعة ويشار إلى أنه تغريدات حول هيدا الفيروس وصت خلال أسبوع الأربع الماضي إلى أكتر من 15 مليون تغريدة للأسف واتس أب عم بوقف الدعم عن الكثير من الأجهزة سواء كان الأندرويد أو حتى الأيو اس لكن بيضبطوا تحديدا أكيد سمعت عنها خلال هيدا الأسبوع لكن بيضبط تحديدا شو هو الخبر خليني خبرك فالقرار يجعل ما يبدو من شركة واتس أب لحتى يحس المستخدمين على تحديث أجهزتهم بشكل عام خصوصا أن القرار رح يطبق على أجهزة الأبل يلا بتشغل على نظام أندرويد ايو اس سبعة أو مقابل أو حتى الأندرويد على نسخة الـ 2.3 وما دون ما عندي فكر أذا بعد في أشخاص بيستخدموا هيك هجهزة كتير كتير أديمة على كل حال رغم أنه تاريخ الإصدارة هيدا الأجهزة أو هيدا الأنظمة كتير أديم لكن عم نتفاجأ أنه في كتير بعض من الأشخاص عم يستخدموا هيدا الأجهزة يمكن مش بمحيطنا العربي لكن بحسب الأحصاءات في نسبة من الهواتف الأندرويد اللي بتشتغل على النظام 2.3 هي حوالي 0.3% أما الايو اس يلي ما دون السبعة هني حوالي 0.1% في إشارة لأنه شركة أبل عطول دائما بتحدث أجهزتها لأعوام كتير كتير لقدام مثلا أي جهاز عطول بيستقبل تحديثات لمدة 3 سنين أو 4 سنين لقدام بينما على العكس هواتف أندرويد وهذا الشيء واضح من خلال النسبة بين النظامين الاتحاد الأوروبي شغال على خطة لحتى يعمل كافة شواحن الأجهزة بشكل واحد وبينفذ واحد صدق الاتحاد الأوروبي يعني فهيك فكرة وهيك يعني هيك أمور عم تنطرح بالاتحاد الأوروبي شو السبب خلينا نتابع هذا الخبر فبخطوة جريئة اجت من اتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي وطلب أو طلب بالأحرى مشروع قرار بيجبر شركات تكنولوجية على اعتماد شكل شاحن واحد لكل الأجهزة وهيدي الخطوة من شأنه أنه تقلل نوعا ما استهلاك كوابل الشحن بشكل كبير وبتقلل من هيدا النفايات الألكترونية بحسب الاتحاد الأوروبي وهذا القرار هيطبق بيه أوروبا بشكل عام أنا بشوف أنه هواتف أندرويد ما هيكون عندها مشكلة خصوصا عنه أنواع كتيرة بالإضافة لأنه عندهم منافس شحن متعددة إلا أنه القرار إذا تم رح يجبر أبل على تبايع نفس السياسة بالاتحاد اللي حيتم تطبيق بالاتحاد الأوروبي فأنت مع القرار عطيني رأيك بوصف الفيديو آخر خبر معنا هو أيضا بتعلق بشركة هواوي اللي تحدثت تسريبات حديثة عن أنه شركة هواوي عم بتفكر تعمل أو عم بتحضر لحتى تأطلق جهاز قابل للطاي نسخة جديدة هذا الجهاز قابل للطاي نسخة جديدة رح يكون تحت اسم Mate X2 هذا الجهاز أيضا وبحسب تسريبات رح يختلف نوعا ما عن الإصدار اللي قبل أهم الإختلاف بين الجهازين أنه كان عملية تسكير أو طيء الجهاز رح تكون للداخل بدل ما تكون للخارج أيضا رح يحمل الجهاز شاشة سنوية بالإضافة لأربع كاميرات خلفية واثنين أمامية ومن المتوقع أنه يكون بجانب هيدا الجهاز ألم الكتروني الفكرة شبيهة بهواتب جالاكسي نوت هادي كانتوا باختصار أخبار الأسبوع من كل تنين أكتر من خبرين شاهدتوه على قناة ليبانونفورتك برجع بسكرك إذا كنت عم تشاهدني لأول مرة بدعيك تشارك بالقناة أيضا بدعيك لحتى تفعل خيار الجرس لحتى يوصلك كل شي جديد وإذا حبت الفيديو ما تنسى تدعمني بلايك أنا محمد وبشوفكم بحلقات جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر